هل ادخل معاك في مقارنات الارقام للمدربين اه مش طابعتك لكن هتكلم المرة دي لانه لما شوف انا كان بسيرو كان عندي هنا فلقاء من فترة ما كان من ناس سنة واللي بيبقى خلف الكواليس غير اللي بتشوفوه على الهوا بس على الهوا سألته ندمان على خسارتك تجربة الاهلي قال لي جدا 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 ده على الهوا ده كان يعني حاجة متسجلة موجودة انا ما بقلفش ولا بفت يعني برا الهوا بقى او اوف ايرزم بيقولوا يعني قال لي اكتر حاجة ندمان عليها بتقولوا ليه قال لي اولا استقرار هدوء ضمان للفلوس دعم مفيش بعده دعم البلد عندك جميلة مفيش مشاكل خالص نادي كبير وا 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 وكان ساعتها الارقام بسيطة شوية يعني وبعدين هو كان راح سبورتنج رشبونا وراح كزا نادي كده والدنيا ما زبطتش وراح منتخب ناجيريا وحتى الدنيا من الضبطة معافتها صفات كاس العالم لحد الوقت يعني وكان عقابة قوسينا او قدنا انه ممكن يقال قبل البطولة لكنه قالوا نكمل مع المنتخب ناجيريا منتخب قوي لكن هو السيستم في ناجيريا مش مزبوط يعني عادت اسأل كده والطقص الراجل ده بياخد كام دلوقتي مرتب في ناجيريا قالوا لي ما بين ستين الى سبعين الف دولار ده مرتب جزيزي بيسيرو هم دارب كبير خلي بقى لحضرتك يا طيب يركنوا على جنب كده طيب ديسابر بياخد كام في الكونغو الدموقراطية الاقوال مختلفة البعض قال لي 18 الف يورو البعض قال لي 20 الف يورو البعض قال لي 22 الف يورو او 22 الف دولار عفوا في كل الاحوال في كل الاحوال الرقم لا يزيد عن 25 الف دولار هتقول لي بس فيتيريا مدرب كبير وضرب اندية في البرتغال طبعا على فكرة مدرب له احترامه لكنه نفس الامر الجزيزي بيسيرو مدرب له احترامه وضرب اندية كبيرة جدا كمان وتقيلة جدا سواء في البرتغال او خارج البرتغال طب يا المشكلة ايه المشكلة ان احنا وعلى فكرة على مستوى الاندية كمان بعضا من الاندية يعني احنا مبعافش نتعاقد وإحنا بصراحة بيتضحك علينا من الاخر كده يعني مع الناس هتعمل لك مقارنة يا هتقول لك بص ادي بيسيرو في الدور نصف النهائي بستين سبعين الف دولار ودي دي سابر يا سيدي حقول خمسة عشرين الف دولار بالمبلغة في الدور نصف النهائي وإحنا بمتين الف يورو مش عارفين نوصل هي على فكرة المقارنة تبقاش كده لكن هي دي الارقام يا اما احنا فلوسنا كتير يا اما احنا بنعافش نتعاقد يا اما احنا بنعافش نختار يا اما يا اما يا اما زي ما انت عايز تقول لانه لو بنفس الراتب وانت مكمل واخد البطولة الناس هتضرب تعظيم سلام ده طبيعي جدا لكن مع الخسائر هنا اسمها كده بالبلد يخسرت الجلد والسقط ما فيش لا اكل ولا بحلق لا بناخد بطولة ولا بنوفر فلوس يعني ايه محصلة بعضها طب لو محصلة بعضها هندفع فلوس على الفضل ايه ما هتعالوا نحسبها هل هي ازمة جيل ازاي ابتكلم في صلاح صفى محمد مرموش ترزيجيه خط الهجوم لوحده وكمل بقى بقيت اللعيبة يعني ما تيجي تشوف نجومية دول وعطاقهم باي منتخب اخر لا احنا نزيد ممكن قبل البطولة دي ما كانش دخل مرمنة اهدف كتير في المباراة الرسمية باستثناء مباراة تونس الودية 3-1 وشغلين تقريبا شبكنا شبه نظيفة يعني لكن في البطولة دي دخل مرمنة سبع اهداف فبقى عندنا مشاكل فنية ومشاكل مادية ومشاكل ادارية لانه فعلا مش عارفين نحل وعلى مر الزمن على فكرة عشان ما اقولش للتحاد ده بس على مر الزمن احنا ما عافش نتعاقد احنا ما عافش نكتب عقود احنا ما بنعرفش نحفظ حقوقنا ده بجد مش بهزار عشان كده ما في مدرب اجنب يجي مصر وخرج إلا ما كسب القضية شوفوا اي حد ولا مدرب ولا لعيب ما بنعرفش نكتب عقود ما بنستعنش بذوي الخبرة عشان نعرف نعمل عقد او ذوي التخصص كله من اللي جايب سواء وكيل لعبين وده شغله او مش عارف مين او مين او مين وتبقى حدوتة وتبقى قصة ويلا امضي خلص يلا صدر اعمل ولا تعرف تفاصيل ايه انت لما تفاجأ انه فيتوريا بقولك يا جماعة انتو بتحاسبوني على ايه فيقولوله على الخروج من دور الستاشر من بطولة الامة والفرقية قلهم وانت قلت له دور الستاشر انت قلت له بطولة افرقية خالص مال ايه اهو يا جماعة الورق الاساس في التعاقد معايا هو كاس العالم الصعود لكاس العالم ده مكتوب في الورق ده مكتوب في العقل اساس التعاقد مع روي فيتوريا الصعود لانهيات كاس العالم واحنا كمان مشتتين دايما نروح كاس عالم ولا ناخد افرقية لانه طلعت كده اه يعني ايه اقوال بعد ما خدنا ستة تمانية عشر لك زهي انا افرقية بقى خلينا في كاس العالم فالرجل لما خرج يعني من افرقية يا كابتن حسن شحاتة قالك لا 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 اطلع برا ليه ما انت قلت له عما خليك في كاس العالم قالك لا 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 اطلع برا يروح وخرج كابتن حسن شحاتة من 2010 ومرجعش حتى دلوقتي انت بتتكلم على مدرب بتتكلم بحكم الايه العطفة حسام حسن ليه عشان يشد ويربط ويعمل ويخلي ويسوي وكذا طيب انت بتتكلم على جانب فني يعني قل لي حسام حسن عشان هو الافضل فنيا اقول لك تحظيم سلام قل لي اهاب جلال عشان هو الافضل فنيا قل لي حسام البدري عشان الافضل فنيا تقول لي عمم اهاب وحسام حسن البدري تولوا قبل كده انا بقول اي اي حاجة بقول اي اسماء حتى وانت بتعرض انت قصتك في الاول وفي الاخر ايه دلوقتي فيتوريا يمشي طيب اعتبروا مشي عم فيتوريا مع السلامة مشي ها تعمل ايه ايه رأيك في مكالي مكالي مين مدرب المنتخب اللمبي هو مدرب هايل طيب خلاص طاكننا على مكالي طيب والمنتخب اللمبي اللي وصل لالولمبياد ده هالشغل ازاي ما هو يمسك الاتنين ماشي فتم التخص قرار اول امبارح الفجر انه مكالي بقى مدرب المنتخب الاول ومدرب المنتخب الاول تمام فل اسبوع بس او اسبوعين فالمنتخب الاولمبي يلعب مباراة يخسر ما هونتو بتهرجوا ليه هو حد الراجل عنده اولمبيات باريس وجايبوا تمسكوا المنتخب الاول مع المنتخب الاول وانت ما شفت بتوريا ليه دلوقتي ما كنت خليته خلاص يكمل كاس العالم والراجل كان ماشي كويس او الله هم 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 ما تتعبوش قلبكو حلوك قصة رطيفة جدا حد عرفه اوي 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 يعني مقرب لها جدا يعني فقال لي على الاستجرام لقيت واحد بتكلم في السياسة فبيهاجم مصر واحد تاني بيدافع واحد بيهاجم مش عارف الاردن واحد تاني بيدافع وبعدين بتاع مصر بيهاجم في الاردن وبتاع الاردن بيهاجم في مصر فهو راح باعت لي الانستجرام قال له يا عم من فيه كذا كذا ده انا عايزه احزفه يعني فانستجرام بيقولك انت عايز تحزفه بيسألك دايما كده ليه يعني او تحزف كل او اكاونتاته او او انا بفهمش في الحاجات دي اوي يعني بس انا بسمع قصة مستغرب يعني فقال له اه عايز احزف ده لانه فلما جوم يشوفوا الاكاونتات بتاعته طلع ده هو ده هو ده هو ده يعني يدخل يعمل تويته اه اه ضد مثلا مصر وبعدين يعمل تويته ضد الاردن وبعدين يخلي ده يشن في ده وده يشن في ده ويعكس ده مع ده هو هو واحد هو هو شخص واحد تخيلوا هو هو واحد هنا بيشيد وهنا بيشتم هنا بيشيد وهنا بيهاجم وهكذا قصص شغالة نفس الامر موجود في الرياضة بس ده كانت سياسة لا مش عايزين فيتوريا لا لازم فيتوريا يعد عايزين حسام حسن حسام حسن ما يجيش ميكالي ميكالي ما ينفعش هو برضو هم هم بس في ساعت بتبقى ناس واضحة بساعت بتبقى ناس واضحة كده ايه لذيذة جميلة كده ايه والشها مكشوف والشها مكشوف زي ما حصل مع محمد صلاحي عين محمد صلاحي داخل في ثلاث قسابية وشاف اللي ما يتشاف وانا فهمتوكو الحكاية بس في ناس واضحة جدا يعني هنا انا يلا بينا نعمل الليلة على صلاح او على الشناوي بقول لك ايه الشناوي دخل فيه ست جوان وفيه جون يدخل فيه ست جوان في البطولة اه اه يدخل ايه نعم اه ايه يعني وممكن كلهم ميكونوش منه ايه يعني عادي وايه يعني ويبقى مسؤول برضو ايه يعني نعم اه ايه يعني ما كل جوان بيدخل فيها جوان واللي بيدخل غلطة منه واللي بيدخل ليه واللي بيدخل عليه وهكذا يعني تحصل لكن يلا بينا اهرس على الشناوي اهرس على فتوح اهرس على امام اهرس على كذا قصص في ناس فاضية في ناس مغرضة وما اكترها وفي ناس محترمة وما اكترها ايضا في ناس بتاعت تكتب باحترام كده بتاعت قرالها وانت مبسوط وانت مستمتع وانت فرحان في ناس بتبقى عايز تجري جري 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 لكن ارجع تاني اتكلم على سياسة الادارة الرياضية نحن نفتقدها في مصر وعلى مر العصور عشان بس ما برقش حد انت عايز تبدأ من اول وجديد عايز تشغل صح وقف كده اعمل استوب كده اعمل هولد كده واعمل استوب وشوف تجربة نظيفة واشتغل عليها